في جريمة اغتيال لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عنها استشهد المهندس الفلسطيني فادي البطش في العاصمة الماليزية كوالا لنبور حيث أقدم مجهولون على إطلاق النار عليه فجر اليوم وهو في طريقه لأداء صلاة الفجر هذا ما أعلنته حركة حماس التي لم تحمل أي جهة مسؤولية الاغتيال قائلة إن الشهيد البطش عالم في مجال الطاقة وتميز بتفوقه وإبداعه العلمي وله في هذا المجال إسهامات مهمة ومشاركات في مؤتمرات دولية في مجال الطاقة في المقابل اتهمت أسرة البطش في قطاع غزة جهاز الموساد بالوقوف وراء اغتياله مطالبة السلطات الماليزية بإجراء تحقيق عاجل لكشف المتورطين في عملية الاغتيال وذلك قبل تمكنهم من الفرار وكانت شرطة كوالا لنبور أعلنت أن البطش قتل برصاص رجلين كانا على متن دراجة نارية أطلق أحدهما عشر رصاصات أصابت أربع منها رأس وجسد الشهيد الذي قتل على الفور